ما أشبه الليلة بالبارحة فمظاهر الجوع والتخلف والأمراض الفتاكة التي استشرت في اليمن خلال عهد الإمامة البائد أصبحت واقعا أليم يقاسيه اليمنيون جراء استمرار جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحقهم لم يعود الغذاء في متناول ملايين اليمنيين ويعاني 18 مليون شخص من العدام الأمن الغذائي فيما بات أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون مواطن لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة الرقم الأخير متعلق أيضا بعدد الأطفال غير القادرين الحصول على المياه المنتظمة والآمنة وخدمات الصرف الصحي مما يزيد خطر انتشار الأمراض والأوبئة الأجساد النحيلة ومظاهر سوء التغذية باتت الصورة النمطية التي تشكلت في أذهان العالم عن اليمن حيث تسببت الحرب العبثية التي أشعلتها مليشيات الحوثي بزيادة معدلات سوء التغذية لدى الأطفال ضمن أعلى النسب في العالم أكثر من ثلاثة ملايين شخص من الحوامر والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة يحتاجون إلى الدعم الغذائي أو للعلاج من سوء التغذية كما أن ملايين اليمنيين يفتقدون أبسط خدمات الرعاية الطبية في ظل إغلاق وتوقف نصف المرافق الصحية عن العمل وثمت مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس كما أن خدمات التعليم التي يستفيد منها أربعة ملايين ونصف المليون طفل مهددة بسبب عدم دفع وجور المعلمين وموظفي الدولة للعام الثاني على التوالي إضافة إلى ذلك يركز الحوثيون على شعارات الولاية وهي نفسها التي اتخذت منها الإمامة في القرون الغابرة مسوغا لحكم اليمنيين أكثر من ألف عام إذن فالحوثيون يقتفون أثر آبائهم الإماميين بدليل الشواهد على الأرض واستخدامهم لعبارات الولاية والوصاية في محاولة منهم لإيهام بسطاء الناس أنهم يستمدون الحكم من الإله تحديدا كما حكم الإماميون اليمر ردحا من الزمن بهذه الحجة لكن الشعب الذي أنهى حكم الإمامة في السادس والعشرين من سبتمبر لن يقبل تسلط الإماميين الجدد بهذه الطريقة وسيلفظهم كما لفظ آباءهم إلى غير رجعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر